بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم ميزبا جديد ولقاء تجدب معاكم إن شاء الله من السبت للخميس من الساعة عشر صباحا لاثناشر ظهرا مختلف الفقرات والمتنوع إن شاء الله تكون معنا داخل ميادة الحوار ببرنامجنا بالتأكيد في ظل الظروف الاقتصادية العالمية واللي ألقت بظلالها الحقيقة عندنا في مصر ويمكن شوفنا ده مؤخرا بشكل كبير كان للدولة المصرية تدخل مباشر لدعم الفئة الأكثر احتياجا أهمها طبعا توجيه وزارة التموين بصرف معونات استثنائية لمدة ستة أشهر للناس اللي هي أكثر احتياجا الدعم ده متمثل في الدعم النقدي اللي بناخده من وزارة التموين خاصة اللي هم معينين أو مقيدين داخل ممن يستحقوا الدعم داخل بطاقات التموين الدعم ده من 100 جنيه ل300 جنيه يعني فيه دعم 100 جنيه و200 جنيه و300 جنيه طيب على أي أساس بيتم اختيار هذا الشخص أو الأسرة اللي بتتمتع بالدعم الاستثنائي لمدة ستة أشهر اللي وجه به فخامة الرئيس عبدالفتاح سيسي وزارة التموين كلنا عارفين أن الدعم اللي بتقره يعني الدولة في بطاقة البطاقة التموينية هي 50 جنيه لكل فرض على البطاقة التموينية يعني لو أسرة مكونة من أربع أفراد فالدعم الشهر اللي يهم على بطاقة التموين هو 200 جنيه ولكن في ظل القرارات الأخيرة من قبل الرئيس السيسي لدعم الأسرة الأكثر احتياجا قرر أن فيه ناس هتحتاج لدعم أكثر زي مثلا اللي كان بياخد 50 جنيه هتلاقي الأسرة أو الفرض في الأسرة هياخد 100 جنيه وعتلاقي برضو الفرض في الأسرة هياخد 200 جنيه وفرض في الأسرة هياخد 300 جنيه طبعا لأي أساس وبناء عليها واللي حضرتكم ده طبعا اللي تم اختيار حوالي 9 مليون ومئة أسرة يعني 9 مليون ومئة ألف أسرة ده اللي تم اختيارهم عشان يكونوا من الفئات والأسر اللي هتمتعوا بالدعم الاستثنائي اللي هتقر الدولة المصري إن شاء الله بدها من الشهر القادم وده بناء على عدد من المعايير الواضحة زي مثلا أو تم اعدادها من خلال مجموعة من مؤسسات الدولة والحكومة منها وزارة الضامن الاجتماعي والتموين والمالية وأيضا هيئة الرقابة الإدارية لتحديد الأسر الأكثر احتياجة بين المستحقين البطاقات التموينية كمان الحزمة دي ستشمل أيضا مما يتقضون معاش تكافل وكرامة وأيضا معاش الضمان الاجتماعي أو من تقل دخولهم عن الحد الأدنى والأرامل والمطلقات وكبار السن وسوف يتم أيضا صرف زجاجة زيت 800 جرام لكل فرد على بطاقة التموين الواحدة وصرف 2 كيلو سكر لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 8 كيلو سكر للبطاقة الواحدة وأربع زجاجات زيت للبطاقة الواحدة وأيضا صرف 1 كيلو رز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن أربعة و2 كيلو للبطاقة التي يصل عدد أفرادها إلى أربع أفراد في أكثر كما أيضا شمل توجيه بصرف عبوة مكرونا 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 وصرف 2 عبوة 800 جرام مكرونا للبطاقة التي يصل عدد أفرادها إلى 4 فأكثر إذن إجراءات مهمة جداً اتخذتها الدولة المصرية من خلال دعم المواطن الأكثر احتياجاً على بطاقة التومين وزي ما قلنا في أفراد بدل مكانه بياخد الفرض على البطاقة التومينية 50 جنيه في أفراد تأخذ 100 وفي أفراد تأخذ 200 وفي أفراد تأخذ 300 وده حسب طبعاً الإحصائية اللي قامت بها وزارة الضامن الاجتماعية القابل دارية وغيرها من الوزارات المعنية والجهات المختصة اللي من خلالها تم حاصل 9 مليون ومئة ألف أسرة هم دول اللي هيتطبق عليهم إن شاء الله الدعم الاستثنائي للبطاقات التومينية لمدة 6 أشهر وهتبدأ إن شاء الله من الشهر القادم مهم كمان في هذه الظروف الحياة الاقتصادية العالمية والظروف الصعبة اللي مورر بها العالم إن احنا نقول نرشد الاستهلاك الحكومة المصرية بدأت الخطوة من ترشيد استهلاكها للكهرباء سواء في الوزارات أو الهيئات الحكومية وطبعاً ده معناه إن ترشيد الاستهلاك بيعزز من القيمة المضافة للطاقة اللي موجودة عند حضرتك وبالتالي ترشيد الاستهلاك ده بيعود على الخير أو يعود بالخير علينا جميعاً يعني مثلاً كنا زمان نقول أيام لما كان فيه أزمة فيه أو مشاكل فيه الكهرباء كنا نقول مثلاً نتجمع كلنا فيه غرفة واحدة ونقعد نفتح اللمبة أو نفتح التكيف أو نفتح مروحة وبالاش إن احنا نفتح كل الأنوار بتاعة الشقة وغلافه عايزوا لحضراتكم من كل هذه الإرشادات والمناشرات صحيح إيه المشكلة إن أنا أحافظ على الطاقة بتاعتي وأحافظ على الدخل بتاعة من خلال ترشيد الاستهلاك وأنا لما أسيب نور الصالة أو مثلاً أي نور فتح في الشقة وأنا مش متواجد فيه ده مش هيتضاف على الكرت بتاع حضرتك أو الفاتورة بتاعة عدد الكهرباء وإحنا طبعاً أحق بالفلوس اللي هي هتروحها باءاً دون الاستفادة منها فبالتالي يعني الموضوع ترشيد الاستهلاك مش بس ينطبق على الطاقة ولكن في كل أمور حياتنا وده طبعاً أتمنى يا رب إن احنا نطبقه حتى نعلم ولادنا عملية الاقتصاد حتى يكونوا بعد كده قادرين على المعين لما يعولوا إن شاء الله ويجوزوا يعرفوا يفتحوا بيت ويكونوا أسروا ربنا يحفظنا جميعاً إن شاء الله على الصعيد الآخر النهاردة حزرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة عشان كده بنقول للناس اللي هي لسه ما راحتش أو راح تبدأ أشغالها من النهاردة عايز أقول لحضراتكم يا ريت كده نرتدي الملابس الفتحة وفي نفس الوقت نكثر من شرب المياه والعصائر الفرش ده اللي خلينا كده يعني نقدر نواجه الموجة الحرارة اللي بتنتهب البلاد حالياً هنعرف كل التفاصيل دي إن شاء الله لكن نسمع أغنية مع حضراتكم ونرجع إن شاء الله نشوف كله تفاصيل حلائتنا النهاردة من النهار الجديد ترجمة نانسي قنقر